تحياتي وأهلا وسهلا فيكم طبعا مباراة اللي عملي بمانشستر سيتي معرفتش أحكي عنها لأني كنت عم بحضر يوبنتوس ليون لأني باش أتجع اليوفي زي ما بتعرفوا بس حضرت مرخص المباراة شفت ردات الفعل بعد المباراة بديش أحكي عن أخطاء فران لأنها واضحة يعني الرجل واضح جدا أنه ساهم بفوز مانشستر سيتي أهدى مانشستر سيتي والرجل طلع قال الغلطة علي أنا لخسرت الفريق بس خطر بالي شغلة مهمة خلال هذه المباراة خلال ردات الفعل اللي صار بعدها وكلها الكلام إنه فعلا صعب تصير أسطورة الآن مقارنة في العصر السابق يعني لو أجيت حكيت لكم في قلب دفاع سابق فاز بأربع دور أبطال كان ثلاثة منهم أساسي فاز بكأس العالم سجل هدف مهم بطريق الفريق لكأس العالم وفريقه كان قوي جدا دفاعيا خلال البطولة وأساس فكره كان دفاعي في كأس العالم والتواجب اللقم وسميته أي اسم ثاني سيدخل أسطورة بلا نقاش لكن في زمننا هذا في وقتنا هذا هذا هو بران اللي على الأغلب مش حينحسب أسطورة بعدين نتيجة إنه الناس شفت له غلطة غلطين ثلاثة فكرة إنه الخمسين مباراة بحت التركيز وتحت التحليل وتحت الضغط الإعلامي فكرة إنه كل شخص بيقدر يأثر ويتكلم عن كل شخص هذا الشي ما كان موجود في الماضي فكانت سهل كثير تكون أسطورتك بناء على لقب إنجاز وهذا الكلام خلينا نحكي عن غارث بيل نفسه مدامنا نتكلم عن هذا الحال لو وجد قلت لكم لاعب سجل مرتين في نهاية دور الأبطال وأهدى فريقه الفوز بدور الأبطال لاعب إحصائياته التهديفية والله قبل ما يدخل طبعا عصر إنه ما بدوش يلعب أخل السنة نصف هدف في المباراة هذا الرقم كان محترم ابعد عن ميسي ورونالدو هذا الرقم ما زال محترم لكن ما بدوش تقول غارث بيل مدمن الجولف الذي لا يريد اللعب السيء لو كان بالسبعينات والآن تكلمونا عنه كان أسطورة مش بس في ريان مدريد العالم بكل الآن ديه بكل الفرق الآن عشان تدخل بالليفل اللي كنا زمان نشوف اللعبين فيه نحن واو شو كانوا لا صعب كثير صعب 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 جدا يعني صار مطلوب منك تكون كل مباراة لعية 15 موسم على التوالي ومتألق زمان كان اللعب بأربع خمس ست مواسم بس بنحسب أفضل بالتعريف مردونا يعني للعلم يعني في أوروبا وفعليا من الأربعة والثمانين للتسعين اللي قدم فيهم شيء ملموس خارق يعني ست سنوات تقريبا وأحسن لعب التعريف بالنسبة لكثير ناس الآن اللعبة اللي بيعطي 6 سنين وبينزل بيقولك كان طفرة كان فقاعة فتغيرت صراحة عصر السوشيال ميديا والإعلام وهذا جد ما ساعد اللعبيين أنه فلوس أكتر ترويج أشهر قوتهم زادت في مسألة العقود والتجديد بس جد ما خلنا أنهم يصيروا يترسقوا في التاريخ شيء كثير صعب يعلم احنا متكلم عن فريق زي منتخب ألمانيا جاب كأس العالم في البرازيل فهي السبع واحد تقريبا في نظر المشجعين ألمانيا ممكن ها مانيون نوير وفليبلان اللي يعني بعد 20 سنة حيتذكروهم ففي الماضي لو هذا الشي صار بالستينات والسبعينات كان أساطير وتماثيل فبكل الفرق بكل الدوريات آه لحظة الفوز الكل بينفخك وبكبرك وبضخمك صغلطة واحدة والكل بيدمرك هذا للأسف البيئة الجديدة بتذكرني بصحف يتكلم بفيلم لاس دانس بتاع مايكل جوردان قال المشكلة الناس صارت الآن بترفع الشخص عشان تزدته بالأرض يعني بترفعه كثير بعدين تيجي تزدته القاسي يعني فعلا فران من الأحسن المدافعين في العالم بيقدم نظر بيقدم بعض مبارعة تسيئة بيقدم بعض فترات تسيئة سيح ما بنعرف المدافعين وكنا نسميهم أساطير شو كانوا قدموا يعني بنعرف الجنرال هيك بطل كذا وفاز بكذا وشارك في كذا أما هم براه مبراه ما حدا كان عارف وشي آخر تماما مثل كثير أشياء حاليا في عصر السوشيال ميديا في عصر الإعلام الجديد في عصر التركيز على كل التفاصيل لأنه ما في شيء بيرفكت في الدنيا ما في حدا مثالي في الدنيا لازم نفهم هذا الشيء آه يعني ميستر رونالدو مش تستاندرد تا كورته القدم هدول الأصلا الشيء الغلط في كورته القدم الشيء اللازم ما يتقارن فيه بكورته القدم فبس هذي مجرد كلام عن ظاهر عم بعيشوه كنت قد أحبت أشارك معكم هنفضفضة فقط والسلام عليكم ورحمة الله